اشتركوا في القناة في منشور على صفحته على الفيسبوك رصداه محرر صحيفة الوطن العدنية بأن مصطفى الممري تكلم عن فساد القضاء والقضاء وعن المماطلة في حل قضايا الناس وعن المتاجرة بحق وحقوق المواطنين وأضاف قدم عليه النادي القضاء دعوة اليوم وراح الممري يلب الدعوة المقدمة من نادي القضاء في الجزائية فتم حجزه وهو الآن موقف هل هذا جزاء من يخبركم بالفساد والظلم؟ هل هذا جزاء من ينهي عن المنكر؟ وتابع قائلا مصطفى لم يتكلم بلسانه بل بلسان الشعب كامل والحقيقة أن القضاء في اليمن هو أفسد قضاء على القون وأغلب القضاء في اليمن هما أكثر لصوصية منذ نشئة المحاكم في القون وقال المسمري بأن هناك لو بفساد كبير ينخر المواطنين والوطن وختم المسمري بالقول أطلق صراحة الممري وكفى مهزلة في السجن السجن مكان اللصوص والظلمة وبائع الزمم وليس من ينهي عن المنكر من البسطاء والمظلمين ترجمة نانسي قنقر